بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ زيسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الثمانية وتلاتين من سلسلة شرح برنامج مكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم قراءة الملف من إعداد أستاذ زيسر محمد نجيب هنبدأ نتعرف هنا على الخاصية بتاعة قراءة الملف حاليا الورد بيغفر خاصية لقراءة الملف فأنا عندي دلوقتي مثلا ملف في بعض الكلمات اللي أنا مش عارف أمطاها على سبيل المثال أنا بجيله على القيمة بتاعة وبعد كده باخد لما بنفعل الخطوة بتاعة بيظهر لك شريطة الخاص بالتشغيل الأوامر والصوت وتقدر حضراتك بانك تختار تشغيل تقدر بانك تختار النص اللي بعده أو النص اللي قابله طبعا ده قالب معمول جاهز ولكن احنا شفنا ازاي بيقدر البرنامج بتاعة ماكريسوفت ورد بقى انه يقرأ الملف ده ويتعرف عليه طبعا فيه اعدادات للخاصية ديت بأنك تقدر بأنك تخلي الصوت بتاعه يقرب سرعة على سبيل المثال أو بأنك تبطأ ولكن دايما الأفضل بأنك تخلي السرعة متوسطة أو ما يقارب المتوسطة لو أنت بتتعلم تقدر بأنك تقلل السرعة شوية على سبيل المثال أننا هنا هنحطها في التالت بحيث بأنك عرفت تسمع الكلام معه وتقرأ الكلام بشكل صحيح طبعا القيمة من اعداداتها بأنك تقدر تختار الصوت اللي يقرأ على سبيل المثال بالنسبة للسطمار تقدر تختار من هنا الصوت اللي انت تشايفه مناسب لك مع السرعة بتاعت القراءة المناسبة لك تقدر بأنك توقف وتشغل عايز جملة بعدها تقدر تضغط على الزرار ده عايز جملة لأبدها تقدر تشغل على الزرار ده عايز تشغل أو توقف تقدر بأنك تضغط على ده المشكلة الوحيدة اللي موجودة في الخاصية ديت هي بأنه مشكل اللغات بتبقى مدرجة هنا على سبيل المثال حاولنا في ملف عربي بأنه نخليه يقرأ الملف العربي ده ما قدرش بأنه يقرأ الملف العربي وبالتالي لازم هتنتبه لأن في بعض العيوب اللي موجودة داخل الخاصية ديت ولكن تقدر تتعامل معها بشكل مناسب بكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بقراءة الملف بنشكر حضر لكم ونتمنى جميع كل التوفيق ونتمنى تشاركونا باشتراكونا في القناة اشتركوا في القناة